كتير من المشاهير في العالم عايشين حياة مليئة بالفخامة والرفاهية لدرجة ان في شخصيات منهم بتعيش في أسور بيتخطى سعرها المتين مليون دولار واللي بتقدر بميزانية الدول بأكمالها يطرى مين المشاهير دول وهل بيمتلك بيوت واحد ولا بيوت كتير والموضوع قلب معهم بهوس امتلاك الأماكن الفخمة أول واحد من المشاهير دول هو الملياردير الشهير بيل جيتس واللي بيمتلك أسر سعره 125 مليون دولار الأسر مش مجرد أسر عادي في قوض وحمامات سباحة وحديقة لا الأسر موجود فيه رمال زهبية مستوردة من جزر الكاريبي بيل جيتس سروته وصلت لـ 153 مليار دولار والصدمة ان رغم ستروة ضخمة دي بيل جيتس ليه تصريح من فترة بسيطة انه هيخرج من قيمة أغناء أغنياء العالم لانه بينو التبرع بكل سروته للجماعيات الخيرية تاني واحد هو منزل جورج كلوني وبيعتبر أسر جورج وأمل كلوني الشهير باسم فيلا أوليندرا في بحيرة كومو بإيطاليا واحد من أجمل الأسور في العالم وبيتميز بموقعه المثالي على دفاف البحيرة وبيتزين بالعناصر التقليدية والأصيلة طبعا ده الأسر المفضل ليهم اللي بيقضوا فيه أجازتهم الثانوية وأما بقى سروة النجم الأمريكي الشهير جورج كلوني وزوجته أمل كلوني وصلت لـ 570 مليون دولار والجزء الأكبر من السار واردي بيكون في العقارات العالمية ثالث شخص بيمتلك أصر فخم هو جورج لوكس واللي سعره تخطى 100 مليون دولار واللي بيمتلك فيه مزرعة اسمها سكاي ووكر الشهيرة المزرعة بتضم مصرح بيتسعى لـ 300 واحد ده غير إن فيه كمان مزرعة خيول كبيرة وحوط سباحة ومنحا لإنتاج العسر جورج لوكس هو صنع أفلام أمريكي شهير ورائد أعمال محب للخير اشتغل لوكس بإنتاج سلسلة أفلام حرب النجوم وجورج هو واحد من أغنياء العالم رابع شخصه هي الجميلة النجمة الأمريكية أنجلينا جولي اللي عندها أصر سعره وصل لـ 61 مليون دولار وأصر أنجلينا جولي بيقع في جنوب فرنسا وبيشبه قلعة من الحكايات الخيالية وبيحاط القصر بخندق مائي وحمام سباحة وكمان في سلطين رياضة منفصلين عن بعض ليها واحدة والجزء السابق براد بيت واحدة أما بقى النجمة توم كروز كان ليه نصيب من امتلاك القصور الفخمة وبيمتلك قصر كبير في منطقة جبلية في كونورادو وهو مصمم للاستفادة من المناظر الطبعية الخلابة في المنطقة وبيتميز الأصر بنوافذ تمتد من الأرض للسقف لتوفير رؤية بانورامية للجبل والحقيقة أني مش أجلينا بس السيدة اللي بتملك منزل فخمة كمان في كايلي جينر إن عندها أصر فخمة سعره وصل لـ 36 مليون دولار ولو شفته هتفتكر أنه منتجع سياحي بفضل وسائل الراحة الموجودة فيه وبيضم الأصر 7 غرف نوم و14 حمام و20 موقف للسيارات وكمان قضة ألعاب وسينما منزلية ومطبخ فاخر أشبه بمطعم كبير وانتشر أخبار مؤخرا إن كايلي جينر وجوزها ترافيس شكوت عرضوا المنزل دا للبيع من فترة بعد 4 سنين بس من شراءه والأصر من سنة 1971 وتم بيعه سنة 2012 بقيمة 6.3 مليون دولار لشركة تطوير عكوري